إذن عن الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي واستمرار تجنيد الأطفال في اليمن ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الصحفي اليمني محمد الأحمدي أستاذ محمد مرحبا بكم وكالة أسيوشيد بريس تؤكد استمرار تجنيد الأطفال في صفوف ميليشيا الحوثي ولكن ما الذي لا نفهمه هو تغريدة قديمة لوزير الخارجية الإيراني أحسين أمير عبداللهيان يشجع على تجنيد ميليشيا الحوثي لأطفال اليمن ما الذي أدخل وزير الخارجية الإيراني بتشجيع أو بتجنيد أطفال اليمن سلام الله عليكم تحية لكم والمشاهدين الحقيقة أن هذه واحدة من جرائم الميليشيا الحوثية بحق اليمن أرضا وإنسانا وبحق مستقبل الأجيال القادمة ما يحصل اليوم من عمليات تجنيد واسعة لميليشيا الحوثيين في مناطق سيطرتها وهي مناطق الكثافة السكانية في البلاد هو بمثابة تفخيخ للمستقبل إنهم يصنعون قنابل موقوثة ستنفجر في وجه الجميع وكل ذلك يأتي بتواطؤ دولي واضح الجميع يتحدث الإعلام الدولي يتحدث عن تجنيد ميليشيا الحوثيين للأطفال وعن استخدام هذه الميليشيا لإمكانيات الدولة ولقطاع التعليم في مناطق سيطرتها لإنشاء معسكرات تحت مسمى المراكز الصيفية لكن على الواقع المجتمع الدولي والغرب تحديدا الحكومات الغربية هي من تدعم ميليشيا الحوثيين وهي من تفع جاهدة للإبقاء عليها كسلطة في مناطق سيطرتها وهي كما قلت مناطق الكثافة السكانية وبالتالي هناك عملية تواطؤ وهناك دعم هناك تشجيع لهذه الميليشيا للاستمرار بجرائمها وبسلوكها الفاشي في حق المجتمع وحق الأجيال القادمة بل وحق البشرية لأن هؤلاء الأطفال الذين تستدرجهم الميليشيا الحوثيين للقتال في صفوفها تبدأ عملية التجنيد من مقاعد الدراسة والزيج بهم في معسكرات صيفية بمئات الآلاف من الأطفال تستغل حاجة الجوع وشظة العيش والظروف المعيشية الصعبة في مناطق سيطرتها بعد أن استحوذت الميليشيا نفسها على كل إمكانيات ومقدرات البلد وعلى موارد الدولة وهي موارد هائلة بما في ذلك الموارد التي تأتي عبر ميناء الحديدة وهو الميناء الذي منع المجتمع الدولي الحكومة الشرعية والشعب اليمني من تحريره وإنهاء سيطرة الميليشيا الحوثية عليه وإنهاء استغلاله واستغلال الموارد عبر هذا الميناء لتمويل عملياتها الحربية وعملياتها العسكرية وجرائمها الإرهابية بحق المجتمع اليمني المجتمع الدولي هو من يتحمل مسؤولية استمرار هذه الميليشيا في السيطرة على مناطق البلد سنبحث هذا الأمر مستقبلا إن شاء الله وأنت معنا ولكن تجنيد الأطفال من قبل ميليشيا الحوثي هل هو منهج أم سلوك عابر؟ يا أخي هو سلوك ممنهج ميليشيا الحوثيين تعرف أنها جماعة منبوذة على المستوى الاجتماعي وأن أفكارها وثقافتها ثقافة منبوذة مجتمعيا ثقافة استعلاء والدعاء لاستفاء السلالي العنصري وثقافة طائفية بانتياز وهي ثقافة مستوردة على الشعب اليمني ولا تمت لهوية اليمنيين بأي صلة ثقافة عبارة عن مزيج وخليط من الإمامة المذهبية الطائفية في اليمن ثقافة الولي الفقيه في إيران وليست جزء من هوية اليمني ولا تركيبته الثقافية وبالتالي تذهب إلى الأطفال باعتبار أن هؤلاء الأطفال بإمكانها غسل أدمغتهم وتعبئاتها بأفكار الميليشيا بأفكار الجماعة الإرهابية وبالتالي تذهب إلى الأطفال لتجنيدهم ولتعبئاتهم ثقافيا وفكريا بأفكارها الطائفية وخرافاتها وبحيث يكون وقود لحروبها لفترات قادمة ربما لعقود قادمة أستاذ محمد أنت تحدثت عن الأمم المتحدة ولكن لا بد من الوقفة في هذا المفصل في هذا الإطار يعني كيف يمكن أن تقبل الأمم المتحدة بهذه الانتهاكات من قبل الميليشيات ضد أطفال اليمن مرورا بخرق الهدنة الإنسانية بمعنى آخر هل يتحمل المجتمع الدولي ما يجري على أطفال اليمن؟ للأساس الشديد نعم المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية الكبرى اليمنيون طبعا بطبيعة الحال يمنيون يتحمل جزء كبير من المسؤولية لأنهم قدلوا أن يكونوا مجرد أداوة ومجرد أوراق يستخدمها الفاعلون الإقليميون والدوليون لحساباتهم واليمنيون أيضا مخطئون لأنهم وضعوا كامل الثقة في المجتمع الدولي ظن منهم أن لدى هذا المجتمع الدولي مشعور بالمسؤولية الإنسانية والأخلاقية والقانونية تجاه معاناة اليمنيين لكن المجتمع الدولي له حساباته المختلفة لم يسمع أنين الضحايا الذين يسقطون طوال سنوات يرى جرائم الحوثيين القصف العشوائي وعمليات القنص والتجنيد الإجباري واستدراج الأطفال لم يسمعوا صراخات أهالي المعتقلين الآلاف المختلفين في سجون ميليشيا الحوثيين لم يلتفتوا إلى أنين الجوعة الذين يتطورون جوعا بخبض مصادرة ميليشيا الحوثيين للقمة من أفواهم بما في ذلك مصادرة المساعدة الإنسانية التي يأتي بها المجتمع الدولي باسم الشعب اليمنيين لكنها تذهب إلى قيادات ميليشيا الحوثيين وإلى السوق السوداء لبيعها وتموي الحروب على المجتمع المجتمع الدولي تحمل مسؤولية كبيرة في استمرار سلطة الميليشيا الحوثية على مناطق الكفاثة السكانية في اليمن المجتمع الدولي الذي أفضر قراراته عبر مجلس الأمن قبل سبع أو ثماني سنوات لم يكن جادا ولم يتوفر على إرادة حقيقية سياسية لإنفاه قراراته في ضرورة إسقاط هذا المشروع الدم في اليمن وسحب ميليشيا الحوثيين وخروجها من المدن ومن مؤسسات الدولة كان هنا قرارات صادرة عن مجلس الأمن وهو تعبر عن موقف دولي لكنه المجتمع الدولي ذهب للتحاول على هذه القرارات والفشل في ربما لم يكن جادا في معاقبة ميليشيا الحوثيين واليوم يتحدث المجتمع الدولي عن مسألة السلام أين كانت هذه المسألة أين كان هذا الحديث عندما اقتاحت ميليشيا الحوثيين المدن اليمنية وسيطرت على مقدرات الجيش وزرعت ملايين الألغام في الطرقات وتحصد لا تزال هذه الألغام تحصد أرواح اليمنيين طوال هذه السنوات أين هذا الحديث عن السلام؟ السلام اليوم الذي يتم الحديث عنه للأسف هو السلام الذي يمكن الحوثيين من بناء دولتهم الكهنوتية الإجرامية في اليمن والتحكم برقاب اليمنيين وأن يكون اليمنيون مجرد أرقام في حسابات هذه الميليشيا سواء في التجنيد أو في نهب مقدرات اليمنيين وإمكانياتهم لم تسلم حتى ممتلكات الشخصية لليمنيين يتم مصادرتها من قبل الميليشيا الحوثية أفقرت المجتمع وهي في التالي حتى في مسألة تجنيد الأطفال تعمد إلى خلق جيل مشوه يعني المئات الآلاف اليوم من الأطفال الذين يزيق بهم في معارك الميليشيا الحوثية أو يهجئون لهذه المعارك تريد أن تخلق من خلالهم جيل معاق لا يتحمل الشعب اليمني ولا اليمن مستقبل هؤلاء الأطفال في ظل إعاقة سواء إعاقة ذهنية أو حتى إعاقة جسدية أستاذ محمد في ظل الانتهاكات المرتكبة ضد حقوق الإنسان في اليمن وخاصة نحن نخصص هذا الجزء لأطفال اليمن هل يحتاج اليمنيون إلى أن يرفعوا دعاوى قضائية مثلا في محكمة العدل الدولية ضد الميليشيات وزعمائها بأنه ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب هل تعتقد ذلك؟ لا شك أن أي إقراء حقوقي أو أي تحرك قانوني وقضائي لمحاسبة ميليشيات وقياداتها على جرائمها بحق اليمنيين هو عمل مطلوب ومهم ويجب المضي فيه ولكن أيضا كما قلت وأكرر مرة أخرى ما لم يتوفر المجتمع الزوي على إرادة حقيقية لإنهاء معاناة اليمنيين ولمعاقبة ومحاسبة هذه الميليشيات على جرائمها وإرهابها بحق المجتمع وما لم يتوقف المجتمع الدولي أيضا عن استخدام سياسة التدليل مع هذه الميليشية لحسابات سياسية لبعض القوى والأطراف الإقليمية والدولية فإنه ستظل هذه التحركات مجرد أعمال وأنشطة لا يتحقق منها إنصاف الضحايا أو جبر الضرر المادي والمعنوي ألا اليمنيين أن يدركوا أنه ليس بمقدورهم سوى الاعتماد على أنفسهم والمضيقة ما أقضوا في عملية تحرير من قبرة هذه الميليشية واستعادة دولتهم ومقدرات البلد من اسطنبول الصحفي اليمني محمد الأحمدي شكرا جزيلا لكم